موسيقى شادينا نذكر أيضا بوسائل التواصل لمن أراد التواصل معنا خلال حلقتنا لهذا اليوم أرقام التواصل التي تظهر أسفل الشاشة بالإضافة لذلك الوسائل المتعودين عليها وسائل البرنامج الخاصة هي صفحة الفيسبوك لتويتر إيميل البرنامج وأيضا صفحة اليوتيوب وإن شاء الله في القريب العاجل بيكون عندنا نستجرام إن شاء الله أيضا من المواقع الجميلة التي أنا شخصيا أتابعها يومين وحتى أغلب الشباب والدليل على ذلك مؤتمر أو منتدى الاتصال الحكومي في الشارقة كنت أتابع كل شيء أول بأول لحظة وصول الضيوف ولحظة استقبالهم وكل الفعاليات الموجودة في المنتدى سواء كنا في الجلسات أو براء الجلسات نتابعها من خلال الإنستجرام فإن شاء الله في الموسم القادم إن شاء الله الإنطلاق الجديد إن شاء الله ممكن يكون عندنا الإنستجرام طيب مشاهدين الكرام هذه كانت وسائلنا اللي تكلمنا عنها كنت بتحدث عن منتدى الاتصال ولكن خلينا نبدأ الفقرات إن شاء الله وأيضا فيه خبر يتحدث عن المنتدى إن شاء الله بنطرق له نبدأ أخبارنا لهذا اليوم والخبر الأول بعنوان انطلاق فعاليات جائزة الشارقة للأسرة الرياضية غدا تنطلق غدا بقاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات فعاليات جائزة الشارقة للأسرة الرياضية أو للأسرة الرياضية وهي الجائزة التي تترأسها وترعاها حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس العلى لشؤون الأسرة بالشارقة وأشار سعادة أحمد الفردان رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية إلى أن فكرة الجائزة نبعت من حرص سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي صاحبة الفكرة على تشجيع وتحفيز الأسر الرياضية وتكريمها لقاء جهدها ومثابرتها نحو تنشأت ورعاية أبنائها على ممارسة وتحقيق الإنجازات الرياضية على كافة الأصعدة والمستويات في إطار قناعة سموها بأن الأسرة هي النواء التي تؤسس لنجاح المستقبل الرياضي وتعزز القدرات على الإنجاز والتميز كنت أتمنى أن تفاصيل الخاصة في الفقرات لم تذكر في الخبر ولكن فكرة جميلة تحسب لي سمو شيخة جواهر الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالرياضة التي حثنا عليها الدين وحتى القرآن أمور كثيرة تحدث عنها الدين والقرآن خاصة بالرياضة والاهتمام بالرياضة لأنها جزء من حياتنا وجزء من مجتمعنا هي التي تدفعك للإنجاز هي التي تدفعك للتميز وأيضا الأسرة مشاهدين الكرام لها دور كبير ترابط الأسرة من شان أيضا الذي يعزز من ترابط الأسرة الرياضة عندما تكون مثل هذه الفعاليات لنقول على سبيل المثال هناك أسر لم تتعود مثلا على ممارسة الرياضة هذه قد تكون مشكلة في هذه الأسرة ولكن مثل هذه الفعاليات وهذه الأنشطة ممكن تكون فرصة لاهتمام بالرياضة ممكن تكون فرصة لتماسك الأسرة التعاون الذي يكون من خلال هذه الفعاليات ومن خلال المساهمة وتجزيع البعض ممكن أيضا يعطينا دافع لتماسك الأسر مرة أخرى والعودة إلى ما جبلت عليه مشاهدين الكرام ومن شاء الله تكون رياضة مهمة للجميع وفعالية تخدم الجميع وتنطلق غدا مشاهدين الكرام نروح لي خبرنا الثاني خبرنا الثاني مشاهدين الكرام بعنوان تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لالتصال الحكومي أكتوبر المقبل أعلن أسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي أن اللجنة المنظمة لأعمال منتدى لالتصال الحكومي الثاني حددت شهر أكتوبر المقبل موعدا لتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي هنين وجه رسالة مشاهدين الكرام لكل من ساهم في هذا المنتدى وعمل على إنجاح هذا المنتدى بداية الاهتمام الكبير من قبل صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والتجزيع والاهتمام على إنشاء أو استمرار هذا المنتدى هذا واحد الثاني الشكر أيضا للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مدير أو رئيس منتدى الشارقة الإتصال ورئيس مؤسسة الشارقة الإعلام على أيضا هذا الاهتمام أسامة سمرة مدير المنتدى كل الأخوة العاملين في هذا المنتدى والتغطية الجميلة أيضا اللي كانت من قبل مؤسسة الشارقة للإعلام يعني هذا المنتدى كان يرتقي بالإعلام بوجه عام على مستوى الدول العربية وأيضا يرتقي بمستوى الإعلام في المنطقة وهي إمارة الشارقة أيضا فرصة لنا كإعلاميين نحن شفنا نجوم وهامات في الإعلام ممكن ما شاهدناها إلا من خلال الشاشات فكنا معاهم حتى كنا فيهم سمعنا الخبرات وهذا يحسب أيضا للجنة المنظمة لإتاعت هذه الفرصة والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي كانت في المنتدى يعني أيضا كان شيء جميل في المنتدى ومشاهدين الكريم التجمع الكبير اللي كان من خلال الموظفين خصوصا في مؤسسة الشارقة للإعلام يعني كان سعادة المدير خالد المدفع متواجد وكل الأخوة المتواجدين في المنتدى فكانت فرصة أننا نتحاور وأيضا نشاهد هذه الخبرات هذا كان خبرنا الثاني لعلم هذا بروشور الخاص في المنتدى بروشور الجميل لوزع على كل الصحفيين ننتقل مشاهدين الكرام إلى خبر آخر أو أخبارنا المتنوعة خبرين عندنا هم دراستين الدراسة الأولى تقول إطلاق اللحة يحمي من السرطان يقول الخبر كشفت دراسة طبية بريطانية حديثة النقاب عن الفائدة الطبية لإطلاق اللحة وتأثيره الإيجابي على صحة الإنسان خاصة فيما يتعلق بإبطاء عوامل التقدم في السن والحماية من أشعة الشمس الضارة المسببة للسرطان وحسب مكالة أنباء الشرق الأوسط قال باحثون بجامعة كوينزان الجنوبية إن اللحية تقدم حماية كبيرة ضد أضرار أشعة الشمس وارتباطها بسرطان الجلد ووجدوا أن أجزاء من الوجه التي تغطيها اللحية والشوارب كانت أقل تعرضا للأشعة فوق البنفسجية الضارة مقارنة بالمناطق الخالية من الشعر بالوجه بمقدار الثلث وقد ثبت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال قص الشوارب وعف اللحى خالف المشركين أخرجه الإمام البخاري في صحيحي وأخرجه الإمام مسلم في صحيحي وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم ومعناه أنه يجب على المؤمن قص شاربه وإرخاء لحيته وعفاؤها وعدم أخذها لا حلقا ولا قصا واستحدث الباحثون تقنيات قياس الجرعات التي تقيس كمية الإشعاء أو الإشعاء الممتصة وظهرت النتائج أن اللحى تقدم ما يتراوح بين 90 و95 بالمئة من الحماية ضد الشمس اعتمادا على طول الشعر دراسة جميلة تبين ديننا وتبين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في نقاط رح نتكلم عنها أولا من الدراسة قالوا أن كرام اللحى أو ترك اللحى يبطئ عوامل تقدم في السن هذه وحدة يحمي من أشعة الشمس الضارة والأشعة فوق قلب النفسجية المسببة لسرطان الجلد نقطة أخرى أيضا قرأتها في دراسة أخرى حتى تقلل من حبوب الشباب والنقطة الأخيرة مشاهدين الكرام وهي الاقتداء بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الأهم طيب الدراسة الأخيرة مشاهدين الكرام والعنوان الأخير دراسات ونصائح للعمل بعنوان أثبتت إحدى الأبحاث إلى أن الإجازات القصيرة تضاعف المتعة المترتبة منها لأننا نستمتع في العادة بنقاط معينة في إجازاتنا ونشعر بنهايتها فقط كما نستمتع في التخطيط والترقيب لإجازاتنا أكثر من قضائها وبالتالي حاولوا جعل عدد أيام إجازتكم قصيرة ليزداد تمتعكم بالترقيب والتخطيط وأيضا دراسة أخرى تقول حاول الاستعانة بسؤال من يبلغ عمرهم 35 عاما فيما يتعلق بالقرارات المالية إذ أثبتت الأبحاث أن هذا العمر هو الأكثر حكمة لاتخاذ القرارات والقدرة على الموازنة بين الأرقام والتحليلات يعني الخبر الأخير كان دراستين دراسة عن التمتع بالإجازة ودراسة أخرى عن التوفير كيف توفر أسأل واحد عمره 35 سنة لأن يكون أكثر خبرة أو 53 سنة يكون أكثر خبرة عنده دراية في هذه الأمور ممكن ينصح كيف ممكن تسوي أو تأخذ جدول من ونت صغير أول ما تبدأ الدراسة وتمشي فيه إن شاء الله أمورك تتيسر أيضا دراسة الأولى كانت تتحدث عن الإجازات تقول الدراسة أن نأخذ الإجازات في فترات متقطعة لأن دائما نبحث عن الإجازة نبحث عن الإجازة مشاهدين الكرام تكون حلوة في البداية وحلوة في النهاية لكن في النص ممكن تضيئة لنا حتى نخطط تذهب تحجز وتسافر أو أين تذهب مع أهلك تخطط قبل الإجازة فتكون هناك متعة هناك ناس أعرفهم عندهم 300 يوم إجازة هذا متى بيأخذها؟ يعني يبقى إلى شهرين ويكمل سنة فمتى بيأخذها؟ الإجازة حق لك حق لأهلك وأيضا الدوام ممكن دوام فيه فترة وفترات يا أخي يبونك تريح مع أنك مهم ومهم في العمل ولكن الإجازة مهمة نفس ما قتلك ولأهلك لأنك جزء من المجتمع وأيضا للدوام وتعود بإجازة والله أنا أخذيت بس تسعة أيام إجازة ما أرحب أن أتعود على هذه الأمور لكن إن شاء الله إن شاء الله بنأخذ إجازة قريبة مشاهدي إلى الكرام أيضا مشاهدينا نذهب إلى تقرير عن معرض حوية الشندغة الذي يعني يقيم فنانون إماراتيون فيه عروض فيها أعمال فنية جميلة نشاهد إن شاء الله في هذا التقرير ولنا عودة موسيقى تنظم هيئة الثقافة والفنون ودائرة السياحة معرض حوية الشندغة في قرية التراث بالمنطقة التراثية في دبي اعتبارا من يوم الأربعة الموافق العشرين إلى السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري حيث يضم المعرض لوحات فنية نفذت بتقنية نادرة ومنحوتات فخارية وصورا فوتوغرافية لفرقة الرواد التي تضم أربعة عشر عضوا من الطلبة الجامعيين الإماراتيين نحن مجموعة من الشباب أربعة عشر واحد من دولة الإمارات العمل هذا عبارة عن لوحة فنية التي تعرض لأول مرة نستطيع أن نقول أنه في المنطقة ومن خلال أيضا بحثنا هو لأول مرة يعرض على مستوى العالم الفكرة هي كيف أننا نعمل اللوحة فنية ونضيف إليها تقنية تعطيك البعد أن هذه اللوحة رسمت من آلاف سنين أو مئات السنين على الأقل تم استخدام الثلاثة أنواع من أنواع الألوان استخدامنا الألوان المائية الألوان الزيتية وأيضا الألوان الأكرى لك الإضافة الزيادة نحن أيضا استخدمنا الحبر العادي في هذه اللوحات عشان نضيف الضلال هذه اللوحات رسمت على قماش تم أن أصنعناها بنفسنا بالنسبة للصور الفوتوغرافية في هذا المعرض أغلبها لاندسكيب متنوعة من أكثر من دولة مثل تشيك ريبوبليك مثل تايلند مثل القاهرة مثل رومانيا أعرض فيها وجهة نظري أو أنا عندي سلوغن أو عندي ثيم معين اللي هو العالم بعين إماراتية فأنا حبيت أن أراوي كل دولة من وجهة نظري أنا وعن طريق عدستي أنا كإماراتي في تغطية أو في تحويلها إلى صورة من وجهة نظري أنا أو بعدسة إماراتية إن المعرضة يعكس رؤية الشباب في التنظيم وتقديم المحتوى بنكهة متميزة ولمسة وطنية وتراثية جميلة موسيقى موسيقى هياكم مشاهدين الكرام من جديد في فقرة حدثه في مثل هذا اليوم السادس والعشرين في فبراير لعام 2013 حدث الأول حدثه في مثلي هذا اليوم عام 1791 بنك إنقلترا يطرح أول جنيه استرليني بشكل عملة ورقية أيضا حدثه في مثلي هذا اليوم عام 1815 هروب نابليون بن بارت من منفاه بجزيرة ألبا أيضا حدثه في مثلي هذا اليوم عام 1935 عرض أول فيلم مصري ناطق وكان يحمل اسم شجرة الدر بطولة آسيا وماريكوين وإخراج أحمد جلال عن قصة جورجي زيدان أيضا وأخيرا عام 1936 هتلر يطلق سيارة فوكس فاغن وهي أول سيارة للشعب وسميت بسيارة الشعب هذا كان مشاهدين الكرام أو هذه كانت أحداثنا لهذا اليوم فاصل ولنا عودة من فقراتنا الممتعة من صباح الشارقة حياكم مشاهدين الكرام من جديد في فغرتنا الأولى لهذا اليوم غرس القيام الأمنية لدى الأطفال وتوعية أسرهم بذلك والاهتمام بأطفالنا هذا من أهم الأشياء لأن الأطفال هم المستقبل وبالتأسيس الصحيح لأطفالنا يكون لدينا جيل صالح يعتمد عليه معنا مشاهدين الكرام في هذه الفقرة التي تحدث فيها عن مجلس شورة أطفال الشارقة الأستاذة عايشة الكعبي رئيس قسم مراكز الأطفال حياة شاء الله سيد عايشة سيد عايشة في البداية دعونا نوضح للمشاهدين ما هو مجلس شورة أطفال الشارقة وأهمية هذا المجلس مجلس شورة أطفال الشارقة هو مجلس برلماني ضم أطفال المراكز في إمارة الشارقة وطلبة المدارس في الإمارة سواء كانوا من المدينة نفسها أو المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية تم تشكيل هذا المجلس في سنة 1997 بناء على توجيهات صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حلو عضو المجلس الأعلى الاتحاد حاكم الشارقة وهو يشكل عن طريق الانتخاب الحر ويكون على مدار سنتين متتاليتين حلو أول ما بدأ كان بمسمى برلمان أطفال الشارقة برلمان أطفال الشارقة في نهاية الدورة في 1998 تم تغيير المسمى بناء على توجيهات حاكم الشارقة إلى مجلس شورى أطفال الشارقة والاسم مستمر إلى الآن حلو طيب أهمية هذا المجلس بحكم أنك سادة عيشة رئيس القسم أهميتها بالنسبة للأطفال أن الطفل نعود أن يعرف حقوقه والواجبات العليا ليس فقط حقوقه ويجب علي أن يعرف ما هو الواجبات التي عليها تجاه وطنها تجاه مارتها بشكل خاص وتبني جيل واعي مثقف نعطيهم فرصة لأطفال لأنهم يتكلمون ووصلون صوتهم من المسؤولين لكي يغيرون شيء بالنسبة لهم شيء للأفضل وليس للأسوأ جميل طيب تشكيل مجلس الشورى الخاص بالأطفال هناك آلية عندكم ممكن انتخابات ترشيح بعض الأمور التي يدخل فيها يعني الطفل ويعيش غمارها يعني نتحدث عنها نوضح المشاهد كيف تكون أول شيء فيه شروط للانتخاب أنه لازم الطفل يكون إماراتي الجنسية حلو لا يقل عمرها عن عشر سنوات في فئة عمرية معينة لا يقل عمرها عن عشر سنوات ولا يزيد عن ولا يزيد عن 12 سنة بالنسبة للذكور و14 سنة بالنسبة للإناث حلو يعني من 10 إلى 12 للذكور ومن 10 إلى 14 للإناث للإناث ولازم يتمتع بشخصية قوية محاور عشان يقدر يطرح أسئلة على المسؤولين بعد ذلك الأطفال يرشحون أنفسهم نحن نشوف في المراكز ومنون المؤهل حق ترشيح نفسه طبعا من خلال الدورات التي تستوي في بستان الثقافة اللي هو منشط من مناشط المراكز ونوجه دعوة أيضا للمدارس بترشيح عدد من الطلبة من ينضمون إلينا جميل طيب نحن السادة عيشة عندنا مداخلة مشاهدين الكرام مع الأستاذ أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارق أستاذ أحمد صباح الخير والسلام عليكم السلام صباح النور السادة الكريم نحن سعداء بهذه المداخلة نتحدث فيها عن مجلس الشورى في البداية نتحدث عن انطباعك عن المجلس وأهميته خصوصا لهذه الفئة من الأطفال في البداية نشكركم على هذه الاستضافة وطل عمرك قبل فترة يعني تقريبا ما يقرب شهر مرة علينا كانت لهم تجربة عدنا مجلس الشورى للأطفال يعني أنا اندهشت وعجبني أسلوبهم يعني ما شاء الله بهذا العمر هذه الشفافية عنده مسئلة يعني أكثر عن شخص ما شاء الله في هذا العمر يعني تفرح وترتاح ونشوف أبنائنا وإخواننا الصغار بهذه الطريقة صحيح صحيح طيب السيد أحمد شو النصائح اللي تقدموها يعني لهؤلاء الأطفال بما أنكم خبرة في مثل هذا المجال والله طال عمرك شوف يعني في البداية نشكر سموه الحاكم يعني هي فكرة نادرة من نوعها في الإمارة أو في الدولة تقريبا حتى إنشاء مجلس شورى الأطفال في سنة 97 يعني حتى إنشاء مجلس الاستشاري ليومارة الشارقة كان في سنة 99 يعني هم قبلنا 30 سنتين ما شاء الله نحن يعني نقول يعني عمر المجلس حين تقريبا 14 سنة ننصح لها لي يعني في إشراك أبناهم في هذه المجالس يعني انت خيلوا في هذا العمر 12 سنة صحيح يبدأ في مرحلة برلمانية يعني وفي قانون المجلس من شروط العضو 30 سنة يعني تخيل يكون يمارس هذه الشغلة صحيح 15 سنة صحيح كيف تتخيل ما شاء الله دولة الإمارة تطور فيها انتخابات المجلس الوطن عدل المجلس التشاري لإمارة الشارقة صحيح فطال عمرك هذا شيء يعني طيب واستفادة كبيرة إذا أهلو أكيد نعم نعم إذا كل خير السيد أحمد يعني مداخلة جميلة وإن شاء الله يستفيد منها يعني طلاب المتواجدين الآن في مجلس الشراء الشكر مشاهدين الكرام لسيد أحمد سيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سيد عايشة نرجع لموضوعنا نتحدث عن الدورة الحالية 13 دورة مرت حتى الآن حدثين عن هذه الدورة وهميتها نحن الحين في الدورة 13 وطور الإعدادات لهذه الدورة خلصنا انتخابات اللي هي للنواب جميل ترشحوا تقريبا 90 نائب من المراكز ومن المدارس وأيضا من مدينة الشرقة لخدمات الإنسانية إن شاء الله السبت القادم 2 مارس ستكون فيه انتخابات للرئيس رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وصلتنا ترشيحات لأن الأطفال يحسون من نفسهم أنهم مؤهلين لرئاسة المجلس وصلنا تقريبا 14 اسم وإن شاء الله سيكون الانتخاب في قصر الثقافة في الشارج العدد الكامل كم؟ الكامل 90 90 نائب منهم 50 من أطفال المراكز و36 من طلبة المدارس وهم من مجالس الطلبة أصلا جميل والعدد المتبقي من مدينة الشرقة لخدمات الإنسانية حلو 90 طالب طيب نتكلم عن شعار هذه الدورة الدورة الجديدة شو يكون شعار؟ شعارها الوطن ولاء وانتماء شو؟ الوطن ولاء وانتماء الوطن ولاء وانتماء أنا آسف ما سمعت حلو الأسم جميل طيب نتحدث عن أهداف هذه السنة وهذه الدورة المهمة خصوصا للطلاب واحتوائهم في مثل هذا المجلس طبعا هي الأهداف ثابتة لكل الدورات أن تخرج جيل واعي مثقف قادر على محاورة الآخرين يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية التثقيف نفسها أيضا صحيح بس طبعا في كل دورة تختلف بعض الأهداف أهداف عشان الشعار صحيح صحيح يكون موجود صحيح منذ أن في الدورة السابقة كانت الثقافة الأمنية ضرورة وطنية حلو كانت تتفرع منها محاور وعلى أساس تنعقد الجلسات جميل لنا الآن الدورة هذه طبعا بعدنا ما فكرنا في المحاور بعد اللي هي جلسة الانتخاب بيتم بتكون فيه لقاءات بين الأطفال ومن خلالها هم بيطلعون المحاور للجلسات الدورية اللي تصير في الدورة إن شاء الله يعني أهداف جميلة سامية تخدم الطلاب إن شاء الله يستفيدون منها خصوصا في فترتهم الحالية وأيضا حتى في المستقبل وهذا ممكن يكون تمهيد لهم أن يدخلون أيضا مجالس الجامعات وحتى يعني اتحاد الطلبة خصوصا لكنتنا جزء منها في اتحاد طلبة الإمارات أو حتى الجامعات اللي ينتموا لها وهذا يعني الفضل لبعد الله لكم ولصاحب السمو أيضا حاكم الشارقة على إنشاء مثل هذه المجالس التي تخدم الطلبة بشكل عام وحتى أسرهم في المستقبل الشكر مشاهدين الكرام لسادة عايشة الكعبي رئيس قسم مراكز الأطفال شكرا سادة أفوان إذن مشاهدين الكرام كانت هذه فقرتنا الأولى فاصل ولنا عودة مع فقرتنا الثانية من برنامج صباح الشارقة عبد العزيز العساف السشاري نفسي حياك الله الدكتور و صباح الخير أول شيء صباحك بالنور و صباحك للمشاهدين و خالنا نحن والمشاهدين نسألك سؤال و نعصبك و نستفزك حتى نرى ردود الفعل طيب بداية الفغرة و لآخر الفغرة لآخر فغرة لنختم الفرنامج طيب دكتور ضبط النفس يكون في عدة حالات يكون في العصبية حتى في الفرح ممكن ضبط النفس و في الحزن و أمور كثيرة ممكن تمر في حياة الإنسان و المشاكل التي يمر فيها و لكن كيف يكون ضبط النفس بصورة سليمة تخدم الشخص و الذي يعني حوله نعم أولا بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نتكلم عن ضبط النفس أو لجم النفس أو كتم النفس أو تسيير النفس أو أي بمعنى علمي أو نفسي يكون يصل لهذه النتيجة أريد في البداية أن أقول أن الضبط يكون خاضع إلى نقطة معينة و رئيسية في محور الإنسان هناك إنسان سعيد و هناك إنسان تعيس فالسعيد له ضوابط الإنسان المتصالح مع نفسه له طرق و له مؤشرات تدل على أفعاله أما الإنسان الغير واثق و الغير متمكن من صلحة قلبه و صلحة عائلته و حياته بالدنيا تكون له مؤشرات ضبط النفس هو نتيجة عن ما يحتويه هذا الإنسان أفعال الإنسان دائما تعطينا مؤشرات علمية عن شخصية هذا الإنسان ضبط النفس و مشتقاته هي نتيجة لسلوك الإنسان فالسلوك هناك أنواع سلوك فكري سلوك عملي و سلوك يقتاد إلى العمل مع الناس إذا رجعنا إلى عملية أقوى مؤشرات الضبط تكون على التالي هناك نحو نفسي و هناك نحو عصبي فدائما النفس لها طابع على حياة الإنسان و يكون لها طابع أيضا على مؤشرات و لغة هذا الوجه هناك الابتسامة و هناك النظرة و هناك اللمسة كل هذه تؤدي مؤشرات قوية و حتمية عن ما يحتويه هذا الإنسان من خير أو من شر طيب هناك يعني كما يقول عضلات تسمى بالانضباط الذاتي لا أعرف إذا كان هذا صحيح أو لا كيف تنمى هذه العضلات نعرف أن فيها عضلة مثلا للعين عضلة لليد عضلة القدم هذه العضلات الخاصة بجسم الإنسان نقدر حتى نقويها ولكن عضلات الانضباط الذاتي كيف يتم تنميتها نعم أول شيء ينمي الإنسان به نفسه أن يكون متصالح مع ربه جميل ثم أن يكون متصالح مع نفسه و متصالح مع عائلته فالمتصالح مع ربه سبحانه وتعالى يعطي للعقل و للقلب و للجسم سكين و وقار و راح نفسية فلا يكون متخبط و لا يكون مستعجل في بقية حياته لو نظرنا إلى بعض أشكال الصور عندما ينام بعض الناس و كيف يصحون هؤلاء الناس جزء من الناس عندما ينام يفكر في الخير و يفكر بسعادة أهلي و يفكر في ما يكون أو ما يعطي هذا الإنسان و بعض الناس عندما ينام يسترجع الذكريات السيئة و الذكريات التعيسة جميل فينام و قلبه مشحون عندما يصح هذا الإنسان هناك إنسان يصح بذكر الله و بالصلاة صحيح فتجد أن له طمأنينة و صلاة و راحة نفسية و راحة نفسية و هناك أشخاص عندما يصحون تجد فيهم الفزع و الهلع و مشاكل الناس و هم المال و هم الكذا و خوفنا المستقبل فهنا نجد أن الميزان كيف يكون هذا الإنسان و كيف يكون هذا الإنسان الإنسان دائما كما ذكر في الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله بينه و بينها و لم يأتيه إلا ما قد كتب له و من كانت الآخرة همه أعطاه الله ما يريد و قرب إليه الدنيا إذن هذه لدينا مؤشرات علمية نفسية مأخوذة من الطابع الديني عن كنفية بداية هذا الإنسان أنا من الأسباب التي كنت راجعتها في هذا الموضوع كانت الدين هو الأساس و لكن نتحدث عن هذا الموضوع أروح لفاصل شباب طيب نروح لفاصل دكتور نتحدث عن الموضوع فيه أشئلة كثيرة إن شاء الله بنستمتع فيها و إن شاء الله تصل إلى الجمهور و لكن بعد هذا الفاصل كأسباب أخرى قد تكون هل الوراثة لها سبب؟ هل التربية لها سبب؟ هل عدم وجود قدوة لها سبب؟ هل ضغوط الحياة و العمل سبب؟ نعم حقيقة كل ما ذكرت عزيزي هي مؤشرات لما يؤثر على الإنسان الإنسان دائما يتأثر من نفسه و يتأثر من المجتمع و حتى يتأثر من الإعلام الذي نتحدث صحيح نعم ما يؤثر على الإنسان يكون سببا في سعادته و في شقاوته و حتى في مرضه إذ أن هذا الإنسان الكائن الذي هو من شأه من التراب يتأثر من كل ما صنعه من التراب و ما يجدد من التراب هناك مؤشرات سلوكية تربوية و عملية جميل نبدأ من البداية الطفل أو هذا الطفل عندما يربى بطريقة معينة و تعطى إليه هذه الجرعات الحنان و الطمأنينة و الثقة بالنفس و الدين و القوامة من الوالدين صحيح يترعرع بعائلة منتظمة و هناك راحة نفسية صحيح تنشأ معه تنشأ معه هذا رقم واحد رقم اثنين عندما يأتي إلى نقطة مهمة في حياة الإنسان و هي سن البلوغ صحيح إذا كان هناك توجيه صحيحي و خروج لهذه الطاقات التي تنشأ في هذا الوقت طاقات هرمونية صحيح عندما تنشأ و تخرج بالاتجاه الصحيح صحيح و هذه القوة الكامنة تتجه بطريق يخدم الإنسان صحيح و يخدم عائلته صحيح و بالتالي يخدم وطنه صحيح عندما توجه هذه بالطريقة الصحيحة هناك الأمر المهم بعد ذلك نأتي إلى علمه نعم إلى علمه و رسم مستقبله صحيح نريد أن نقول دائما أن الكثير من مرحلة المتوسطة و الثانوية و هذه رسالة إلى مدراء المدارس و إلى ولاة الأمر من يتضمنون و من يركزون تمر عليه حالات كثيرة يكون الطلاب في المرحلة الثانوية و ما قبل و لا يعرفون ما هو مستقبلهم صحيح والبعض يقول أنه أكون دكتور نعم والبعض يقول أنه أكون مهندس و هو لا يفقه صحيح و هناك علم نفسي نجلس مع هذا الشاب نختبر القلق و نختبر الفؤاد و نختبر الذكاء و المكمون ثم يوجه هذا الشاب إلى مستقبله لكي ينجز صحيح أما اللخبطة الفكرية الهرمونية في هذه المرحلة تعود إلى عداء النفس طيب بعد ذلك نريد أن نقول أن هذا الشاب عندما يكون لديه سلوك و يكون لديه قدوة سواء كانت دينية أو سواء كانت عائلية أو حتى على نطاق المدرسة و نطاق المجتمع يكون لديه انضباط و تصالح مع النفس و هنا يكون حسن السلوك الفردي و الاجتماعي في الناس طيب دكتور سريعا هناك وصفات من الرسول عليه الصلاة و السلام لضبط النفس و الانضباط النفسي منها حديث الرسول عليه الصلاة و السلام ليس شديد بسرعة من الشديد من يملك نفسه عند الغضب منها الوضوء و ما إلا ذلك نتحدث عنها و أهمية ديننا في ضبط النفس و التربية النفسية نعم أريد أن أقول أن الكثير في البداية يستخفون بأمور الدين و أريد أن أقول لكم يا ناس الكثير من العلوم الطبية و العلوم الشرعية و العلوم حتى القانونية هي مشتقة من الدين و أولها العلوم النفسية فالعلوم النفسية ما زالت إلى هذا اليوم هي عبارة عن مدارس أو عبارة عن ملامح معينة لذلك البعض بل الكثير من الناس عندما يسمع أمور الدين و كأنه يتجاهل الدين و لا يسمع شيء و هنا أحببت أن أعطي هذه الإشارة صحيح عندما قال الرسول ليس الشديد بالسرعة أي بالمضاربة و بالقوة و لكن من يملك نفسه عند الغضب هذه رسالة إلينا أن نحكم عقولنا و لا نحكم عضلاتنا صحيح العضل أحيانا لا يفيد بل العضل أحيانا تكون سيئة صحيح و تكون ضدنا و ضد عائلتنا الأمر الآخر من هذه الأمور ما نسميه نحن بالعلاج السلوكي أتتني صدمة كيف أنتصها كيف أفكر بها ثم أفكر بالمحاول و بالخروج من النقطة الثانية من العلاج السلوكي ألا و هي تغيير الفكر و بالتالي تغيير المكان و حركة الجسم صحيح فإذا كان هذا الإنسان واقف ربما يجلس و إذا كان جالس ربما ينام و إذا كان نائم ربما يغير هذه الوجهة و يغير المكان لكي تتغير نفسه و يتذكر دائما الإيجابيات طيب دكتور أنا كانت عندي أسألة كثيرة منها عن مصالحة الناس و منها عن النتائج التي ممكن تحدث إذا الإنسان لم يضبط نفسه و لكن وقت البرنامج يعني انتهى و كنا نتمنى أن نجيب عن هذه الأسألة و لكن أشكر لك دكتور على هذا الحضور و على تشريفنا في هذه الحلقة و إن شاء الله يكون لنا حلقات أخرى نستكمل فيها ما بدأنا في هذه الحلقة إن شاء الله يشرف نعم الشكر مشاهدين الكرام للدكتور عبد العزيز الأحسى في استشاري نفسي شكرا لك و على كلامك الجميل دكتور الله يحفظك مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم أتمنى يعني كل إنسان يضبط نفسه من خلال النصائح التي يعني حثنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام و هذا المنهج اللي ممكن نمشي فيه و نحافظ على سلوكنا بلا دكتور نفسي و بلا أمور كثيرة ألا الدكتور عبد العزيز ممكن تروعه و لأحشى ما نخرب عليه طيب مشاهدين الكرام هذه كانت حلقتنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة إن شاء الله غدا مع زميل تيريم سيف إلى اللقاء في حلقة أخرى من صباح الشرقة والسلام عليكم